مرحبا تي اي جي اي ار تايجر انا بيكم انا بيكم معاكم تايجر يوحى ديكم ان شاء الله شواء بحاول لكم النهاردة انا موضوعين مهمين جدا موضوعين مهمين جدا اول حاجه ساب تأخيري على تنزيل الفيديوهات اولا لان موبايل الالجي زي ما انتم عارفين قلت لكم في الستوريز بتاعت الديك توك انا موال الالجي اتقصر بس الحمدلله قدرت اجيب موبايل سامسونج نظيف جدا وده اللي اصور لكم من عليه المقطع ده يا حلوين او يا تايجرز ده الموضوع الاول وطبعا اسف 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 لكن الموضوع ده كان غصبا عني ها بالنسبة للموضوع التاني فهو عن موضوع عن كورونا الموضوع المنتشر اليومين دولت كورونا دي ممكن تكون دولة اول مثلا امريكا انا مش بواقع اللوم على الدولة امريكا انا بقول مثال قول مثلا دولة امريكا هي لانشرة الفيروس في الصين زي ما بردو دولة امريكا عملت كده بردو في الصين مع موضوع عرف الموانزة الخنزير فممكن تكون دولة امريكا انا ما بواقعش اللوم على دولة امريكا يا شباب للمرة التانية بقول هي لانشرت الفيروس جوا الصين او زرعة الجاسوس حط مثلا علبة فيها مادة سامة والمادة دي بدأت العلبة بدأت تتفتح فانتشر ده في الغاز انتشر الغاز ده في الهواء وبدأ ينشر الفيروس عشان طبعا دولة الصين اقتصادها كبير زي ما احنا عارفين ودولة امريكا اقتصادها مقارب لاقتصاد الصين يعني اقتصاد الصين كده واقتصاد امريكا كده ناقش شويتين دولة فممكن تكون دولة الصين هي ثقاف كده برضو انا ما بقى لهم شو حد وبردو ده جند من جنود الله الكورونا دي جند من جنود الله وان شاء الله ربنا هزيح الجند ده عن كوكب الارض قريب جدا عشان مش مهتمين بدنا ربنا نشر الفيروس ده عشان عشان يقيق طريقنا الفعل المعاصي عشان نهتم بنفسنا اكتره بدنا ففيديو النهارده كان اصغر شوية وحيا بعد ازال عدم تنزيل فيديوهات كان معكم تجريش بقعب سلام اشتركوا في القناة